السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا على يوم الخميس 17 تشرين الأول أكتوبر القمر اليوم موجود في برج الحمل ورح ينتقل الساعة 7.59 دقيقة مساء من مساء اليوم الخميس من برج الحمل لبرج الثور ورح يظل موجود في برج الثور لغاية الساعة 8.6 دقائق من مساء يوم السبت القمر الآن موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهدئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 1.13 دقيقة بعد ظهر اليوم الخميس بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها على منزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسب لإظهار أي شيء ومناسبة للسر والكتمان وإخفاء الأمور بما أن القمر رح يظل لغاية ساعة المساء في برج الحمل معناته من ظلم نشعر أن أكثر نشاط في العمل وأكثر تصميماً أكثر استقلالية ممكن نبدأ بمشروع جديد ولكن من المرجح أن تكون أفعلنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطريق أثناء الحركة أو قيادة السيارات منلاحظة أيضاً أنه خلال هذه الفترة منفقد صبرنا في تعاملاتنا مع الآخرين وهذا الشيء ممكن يؤدي لمشاكل وحجج غير ضرورية بنفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير دائماً لما القمر بيكون موجود في برج الحمل يوصى بإجراء فحص للعيون إذا لزم الأمر لذلك وبإمكاننا تعديل تسريحة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعاً أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التسديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة 6 و 8 دقائق صباحاً بتوقيت جرانيتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كان مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة من أحضاب الشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجحات مادية كما أنها بتساعدنا على التحرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية راح تكون الساعة 48 دقيقة صباحاً بتوقيت جرانيتش ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فمنكون بحاجة للهدوء والتحلي بالصبر في أي مسعى منقوم فيه يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد واللي بيكون محبط حاطفياً بثور ثورة عارمة من الغضب طبعاً هاي زاوية بتجعلنا عدوانيين كثيرين الصمت مبغضين للنساء وبرضو بتزيد من خيالنا وبتدفعنا لأقصى الحدود السلبي بالأفكار السودة ونحاول أنه يعني هذا التحول برضو مضر جداً للصحة وخصوصاً الصحة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين الشمس ومعنى تقابل يعني اكتمال القمر بدر وأيضاً أنه بهاي الفترة حكينا أنه فيه اللي هو الكسوف أو الخسوف الوهمي فعشان هيك برضو أثاره بتكون سلبية شوي ولكن ما إلوها التأثيرات العميقة ولكن نأخذ احتياطنا بنفس اليوم اللي هو يوم الخميس من تأثيرات هاي الزاوية طبعاً الاكتمال رح يكون الساعة 11 و 26 دقيقة ظهراً بتوقيت جرينج بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاط ما من جديد واللي بيكون يعني ممكن هيك بعض الأشخاص يفجؤون بشيء غير متوقع بالناحية سلبية وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عن دين غريبين الأطوار وبتعرضنا لتغييرات مفاجئة في الرأي أو العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن أنها تعرضنا للفرق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الزهرة وبين بلوتو هذه الزاوية رح تكون الساعة 12 و 29 دقيقة ظهراً بتوقيت جرينج بتخلق جوعاً من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة إيجاباً بحيث أنها بتدعم وبتتعزز أكثر فأكثر وبتجلبنا سعادة عاطفية كبيرة وبتدخل الانفعال في علاقاتنا الحميمية طبعاً هذه الزاوية تأثراتها إلى خمس أيام ومستمرة خمس أيام قادمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الأخيرة ما قبل خلو المسار وهي زاوية التربية السلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية راح تكون الساعة سبعة وست وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج تدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرد سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة من الساعة سبعة وست وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج ولغاية الساعة سبعة وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج هاي فترة خلو المسار السلبية واللي طبعاً لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعاً في عنا حدث في فترة خلو المسار راح يكون اللي هو الانتقال الزهرة إلى القوس طبعاً الحلقة صارت موجودة على القناة رح ينتقل كوكب الزهرة من العقرب إلى القوس الساعة سبعة وسبعة وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينج ورح يظل موجود في برج القوس لغاية الساعة ستة وخمسة وعشرين دقيقة مساء من مساء يوم الاثنين احداش احداش لا ينتقل بعديها لبرج الجدي خلال الفترة المذكورة بيطرأ تحسن على مظهر موليد برج القوس وبيشعروا بقوة العاطفي وانجذاب أفراد الجنس الآخر لعلهم بيستفيد معهم موليد الأبراج النارية الأخرى لهم الحمل والأسد وأيضاً الهوائي اللي هم الجوزة والميزان والدلو كل شخص لما انولد كان عنده الزهرة موجودة في برج القوس الساعة السبعة وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بنتقل القمر وبيستقر في برج الثهور نصبح أكثر حذراً بنميل لحماية ممتلكاتنا ونادراً ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا مالياً وأن لا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء وأثناء وجود القمر في برج الثهور ينصح ببدء خط التوفير أو شراع قار أو قضاء وقت ممتع في المنزل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية كبرى لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعاً من الآن وحتى ساعة المساء عن الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم الساعات المساء وما بعد بصير عنا العنق والحنجرة الحفال الصوتية والغد الدرقية واللوزتين وتفاحة أدم طبعاً بما أنه اليوم في عنا خسوف القمر اللي هو الخسوف الوهمي وأيضاً اكتمال القمر بدر فطبعاً ما بنصح بالعمليات الجراحية لكافة أعضاء الجسم ولكن تحديداً الأعضاء اللي ذكرناها ما بنصح فيها نهائياً إلا إذا كانت اضطرارية أيضاً هذا اليوم غير مناسب لعمليات التجميل لا الحقن ولا الجراحة ولا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية يصلح لقص الشعر التجميلي فقط أو الحنة ولكنه لا يصلح للصبغ ولا للقص العلاجي هذا اليوم يصلح للحجامة للأشخاص اللي بيرغبوا يعملوا حجامة فيصلح أرغم أنه الخسوف شوي بيعمل عملية علامة استفهام ولكن اكتمال القمر بساعد على هذا الموضوع للحجامة أو التبرع بالدم بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الثور خلو المسار القادم بيكون يوم السبت بيبدأ الساعة 37 و32 دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبينتهي الساعة 8 و6 دقيقة مساء بتوقيت جرينج أما بالنسبة عن عمر القمر عمر القمر اليوم المكتمل عمره 15 يوم الساعة الثلاثة عصرا بيبدأ اليوم الستعاش نسبة الإضاءة بتكون نهاية اليوم مية بالمية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 22 منتحس بنسبة 15% القمر في الحمل ورح ينتقل في ساعة المساء لبرج الثور ورح يظل موجود في برج الثور ليوم 19 عشرة سعيد الآن بنسبة 10% ساعة الظهر منتحس بنسبة 25% ساعة العصر منتحس بنسبة 40% ساعة المساء منتحس بنسبة 10% عطارد في العقرب حتى يوم 22 سعيد بنسبة 15% الآن ساعة الفجر سعيد بنسبة 45% الزهرة في العقرب حتى يوم 17 عشرة سعيد بنسبة 45% المريخ في السرطان حتى يوم 14 سعيد بنسبة 60% المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 4 منتحس بنسبة 60% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 15-11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثور بيتراجع حتى يوم 31 منتحس بنسبة 5% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 17 منتحس بنسبة 10% وبلوتوف الجدي حتى يوم 19-11 سعيد بنسبة 15% أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم من الآن وحتى ساعة المساث قد تكون بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم وممكن تهتموا بمظهركم أو بتغييرات معينة هاي مرحلة الانطلاق بمشروع جديد تتمتعوا اليوم بنشاط ذهني وجسدي كبيرين وانت سباق ورائد في حق الاختصاصة أما في ساعات المساء بصير هذا اليوم بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن وحتى ساعات المساء بيطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب فضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم ومراحتكم بتنخفض وطيرتك بشكل كبير وتتأخر مشاريعك وربما تلغى اتجنب اتخاذ أي قرار وتأكد من حجزك لأنه ممكن تتفاجأ بإلغاء أو سوء تفاهم إذا حجز سفر أو طيران أو مطعم أو أي شيء أما في ساعات المساء فهونا بتصبح ثقاتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط وبتعود حيويتكم والأجواء بتصير أفضل برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا من الآن وحتى ساعة المساء بتنشطوا اجتماعيا تلتقوا لأصدقاء منكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة كونوا مخلصين لصدقاتكم ووعدكم ممكن تحصد تأييد لباس فيه كثف ارتباطاتك وانت بحاجة للتعاون الآخرين معك في هذه الفترة من الآن وحتى ساعات المساء عشان تقدر تنجز كل أعمالك المهمة قبل ساعة المساء لأن في ساعة المساء القمر رح يوصل لبيت متاعبك فبتصير فترة بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني انجزوا ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا من الآن وحتى ساعات المساء بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانك تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن بدك تهدي من روعك هاي فترة سلبية مشحونة بالمتاعب والتوتر علج الأمور بهده وقدم أفضل ما لديك ممكن بعضكم يفرح بانتصار مهني أو اجتماعي أما في ساعات المساء بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم وممكن يتوجه لكم دعوة لحضور حفلة أو مناسبة سعيدة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والحوارات والنقاشات وبتضل فترة مناسبة لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلة اظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة وبتنجحوا بالترويج لعملكم وكسب الدعم والتأييد أهم شيء إنه ما تهمل واجباتكم حتى ولو كثرت أو صعبت نظم وقتك بشكل جيد تفادي للتأخير وحاول إنك تتحرك بجراءة أكثر أما في ساعات المساء بتصير فترة مناسبة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبيوسعكم إثبات جذرتكم للمسؤولين برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء طبعا من الآن وحتى ساعة المساء بالظل للأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة بالظل المتاحة لمكسب الوصلة بشراكة أو تعويض بادروا لتصحيح الأقطاع وترتيب الأوضاع وإنتوا بحاجة لطاقة عالية خلال هذا اليوم وعصاب متينة حاولوا إنكم ما تتركوا ذيول المتاعب إنها تسيطر عليكم أما من ساعات المساء بيصلكم خبر من بعيد أو تنجحوا في مسائل تتعلق بسفر أو اتصالات بعيدة وتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بالنسبة لموليد برج الميزان من الآن وحتى ساعة المساء بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وبظل هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن لا تنسوا أن القمر ما زال مقابلكم فما بجوز إثارة المتاعب اتجنبوا الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاضروا من الحوادث لأن الأعداء كثر في هاي الفترة ومستفزين أيضا أما من ساعات المساء وما بعد بتتغير الأوضاع وبتمنحكم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن وحتى ساعة المساء أنجزوا ما تراكم لديكم من عمل وبتجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قصة من الراحة من حين لآخر من المستحسن التفكير للعمل والتنسيق الجيد بين مختلف الواجبات بتكثر النشاطات وربما تشعر ببعض التعب وبتستطيع حراز تقدم مأرباح عديدة أما في ساعات المساء وأنا بصير القمر مقابلكم تماما فبصير هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بتكتع حاذروا الإنفعالات لأنه بيصعب التفاهم معك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس من الآن وحتى ساعات المساء بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم الظروف بتكون جيدة احتمال أنه يكون فيه قلق حول أحد الأحبة فيه نشاط فيه حيوية اليوم بيتميلوا له الترفيه عن النفس وبرضو هاي فترة يجب اتخاذ خطوهة مفيدة فيها واستغلالها أما من ساعات المساء رغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز حصة الأسد منه ولكن بتكون تنظموا جدوى القذاك ومتأخذوا قصة من الراحة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي من الآن وحتى ساعة المساء بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة تعتبر فترة مهمة لتعزيز الروابط العائلية والداخلية لعلك بالرغم من بعض الهواجس أو الأفكار السودة اللي بتعيشها في نوع من أنواع تبادل الزيارات أو الاتصالات المهمة لكن ممكن يسود بعض التوتر بسبب حدث طارق أو عطل منزلي أما من ساعات المساء بترغبوا في التقرب من أحباك ومتعزيز العلاقة معهم وبوسعكم ومارسة نشاط فني أو هواي أو الترفيه عن نفسكم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بتنشطوا في السفر والاتصالات من الآن وحتى ساعات المساء ومنكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهانية لترويج لمشاريع بنجاح وباستطاعتكم قلب المعادلة لصالحكم أهم مش إنك ما تبقى وحيد بل ابحث عن الأصدقاء والأحبة لتعزيز الروابط وبتمتلك سرعة خاطر ومهارة ملموسة أما من ساعات المساء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية ولكن ما تسمح لعواطفك إنها تأثر على سلوكك وأداءك برج الحوت بالنسبة لمواليد برج الحوت طبعاً بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي وهذا المكسب عادة بيجي من عمل إضافي منكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو يحصل على هدية من الآن وحتى ساعات المساء وبرضو ممكن تسمع خبر سار أو يلعب قريب دور مهم بالنسبة لعلك وبتهتم بقضية شراكة أو عمل أو ممكن تعالج الأمور بشكل دقيق وتهتم للأولويات المالية وتجد حلول وتسويات أما من ساعات المساء بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات وبتكون فترة مناسبة للخروج في نزهة قصيرة أو بيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء